موسيقى عايش مرحبا بيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله عايشك مرحبا بيك عايشك عايشك في زيارة الى المعالم الثقافية والتاريخية في تونس اللي لابد من الحفاظ عليها لان مرة اخرى تاريخ تونس لا للبيع ولا للتفريط فيه لا اي ان كان تاريخنا نصنع بايدنا وبسواعدنا وبعقولنا نعم وننفرط في معالمنا التاريخية التي يريدون التفريط فيها في زيارة الى عدد من المعالم التاريخية وخاصة المكتبات ولسنا مستعدين كما قلت منذ حين للتفريط في تاريخ تونس لنا ثروات كبيرة نعتز بها في العالم كله ولا بد من المحافظة عليها واطلعت للأسف على الحالة التي تردت فيها بعض الفضاءات التي هي من تاريخ تونس هذا الجانب الاول المتعلق بهذه المعالم ماذا يفعلون كما وشاء بالنسبة الى المسبح البلدي يتركون عشرات السنين مهمر ثم بعد ذلك يفرطون فيه لهذه اللوبيات التي ما زالت تريده ان تستعيد مكانها في دولة الشعب طالبه بإخراجهم وبمحاسبتهم هذا لا بد من ان واصل العمل من ان واصل العمل لمقاومة الفساد في كل مجال وانا في مجال الثقافة ولكن منذ حين تحدثنا عن المجال الرياضي وتعرف السيد الرئيس الحكومة الشعرات التي كانت ترفع بالملعب الأولمبي بالمنزح خاصة كانت السابورة اللامعة القديمة يكتب فيها عدد التذاكر عدد المتفرجين عشر الام وهم بالأقل تثين الف وعدد رقم المدخيل قاع عشر الات دينار وكان مباشرة الشعب للجمهير تنادي تنادي فلوس الشعب للنصوص والمعروف كلمة ثم أكثر من هذا حتى الشعرات تحتاج إلى دراسة في العلوم السياسية كانت جمهير هذا الفريق تنادي الفريق التي تنتصر إليه يا دولة أذكر اسم الفريق يا دولة مباشرة يتم الرد من قبل الجمهير الفريق المنافس يا رشو دولة تساوي رشو يعني مجرد وكنت حاضر مجرد يعني يقع وضع الأرقام عدد المتفرجين وعدد والمدخيل عشر الات دينار مغلوطة بالعيان ولم تمر على الشعب ثم أيضا شعرات أخرى ليس هذا مجال الحديث عنها ولكن لا نريد أن يتكرره ولا نريد أن يعتقد أنه ما زال يمكن أن يتحكم في هذا القطاع الذي نخره الفساد كما نخره عديد القطاعات الأخرى وعلى كل المسؤولين في الدولة أن يتفطنوا لهذا وأن لا ينخرطوا في هذه الترتيبات والترتيبات كما قلت معلومة معلومة للجميع ولكن لن نقبله مرة أخرى بهذه المهازل وحتى ثقافة الهزيمة في تونس وقالت وقالت ربحنا ما عطش في باناما بعض ربين السام من اللي ربحنا الميكسيك في الأرجنتين وقالوا ربحنا وكما قالوا مرة وقتها تونس ربحت واحد بشي إسبانيا ما عارش فيت كاس العالم من الدقيقة 64 خرجت لا وقتها خرجت في الصحافة تونس تنتصر على إسبانيا لمدة ثلاثة ستين دقيق خاصة ثلاثة واحد وقالوا انتصرنا لمدة ثلاثة ستين دقيق معنى المهزوم لا يصنع أبدا الانتصار من عقليته في التجارة ومن عقليته الهزيمة ثقافة المهزوم لا يمكن أن يصنع الانتصار هذا فضلا عن الفساد الذي مازال يرتبون له ولكن أن لهم أن يعودوا إلى مواقعهم كما يعتقدون يعني ترتب الأمور حتى من وراء القذبان والأموال التي تغدق وعلى كل أن يتحمل مسؤوليته والدولة لم تبقى المكتوفة الأيدي ممن لا زالوا يعتقدون أنهم يمكنوا أن يعبثوا بمقدرات الدولة سواء في الميدان الثقافي أو في الميدان الرياضي أو في غيرها من الميدين سنواصل وسنعمل على أن ننتصر ولن نقبله إلا بالانتصار ولن نقبله إلا بتطهير كل مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين عبثوا بها تحت عنوين متعددة وفي مجالات مختلفة لن نقبله إلا بالانتصار وعلى القضاة مرة أخرى أن يكونوا في موعداً مع التاريخ لحتى يحاكموا وحتى يصلتوا الجزاء الذي ينص عليه القانون على كل من خالف القانون هم يريدون تطبيق القانون نحن نطبق القانون ولن نقبله بأن يفلت أحد من المحاسبة لأن الشعب من حقه أن يسترجع بلاده أن يسترجع ثرواته أن يسترجع كل ما هو موجود في هذه البلاد ونهب منه على مدى السنوات ولكن حتى قبل ذلك كلهم يتهافتون وكأن الدولة غنيمة يتقاسمونها وهؤلاء الذين يتحدثون عن دستور 2014 لينظروا ماذا كانوا يقولون اليوم يا الضراب جوع كانوا يتبادلون التهم في مسرحية مفضوحة وكانوا يتبادلون الشتاء في كل مكان وفلان سفاح اليوم صاروا معا في ضراب جوع نحافظ على كرامة الإنسان ولا نريد أن ندخل في هذه المؤترات هذا فضلا عن عديد الأشخاص الذين يتقابلون اليوم مع عدد من الأجانب هذه تقريبا العقرية اللي سابت في السنة والتلخرى إذا كان نحتفل بعيد الاستقلال وعظم اللي يردون بالاستقلال كل يوم تقريبا مقابلات مع عدد من الأجانب لا نحن دولة مستقلة اختياراتنا هي اختيارات الشعب التونسي ولنا سيادة ولن نفرط في أي ذرة من سيادة بلادنا